أهلا بحضراتكو من جديد برحب بضيف وضيفكو الدكتور ياسر عبدالعظيم مستاذ التربية الرياضية ورئيس منطقة الشرقية لكرة القدم ودكتور نظريات الرياضة والتربية البدنية فرصة النهاردة بقى للمدربين اللي عايز يتعلم وعايز يتطور من نفسه هتكون فرصة النهاردة مع الدكتور ياسر هنتكلم معاه في حاجات كتير جدا في كرة القدم في المسابقات البراعم بسببات الناشئين وفرصة كمان منطقة الشرقية خاصة كمان محافظة كبيرة زي محافظة الشرقية خرجت لاعبين كثر للأهل والزمالك ومنتخابات مصر فينها دلوقتي وازاي الفترة اللي جاية نرجع محافظة كبيرة زي محافظة الشرقية للأضواء مرة أخرى بالراحة بيك يا دكتور ياسر أنا كابتن زي حضرتك الحمد لله كل منور قناة الأهل ده بنورك وبنور كل اللي عاملين في القناة فرصة النهاردة دكتور ياسر وحقك يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الأسلوب العلمي الأسلوب العلمي بقى شيء دلوقتي موجود في كرة القدم حقك دلوقتي أستاذ تربية راضية شايف الأول مهرجانات المسابقات المهرجانات البراعم مسابقات الناشئين شايف وصلنا لإيه أبرز السلبيات اللي محتاجينه عشان نطواره خلال فترة القدمة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا بشكر الدعوة الكريمة يعني والموضوع اللي حضرتك دعيني نتكلم فيه أنا شايف أن هو من أهم الموضوعات المهمة والحيوية جدا المرتبطة بصناعة كرة القدم يمكن حتى دلوقتي كلنا يعني مشغولين بأن أو مش 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 مشغولين يعني كلنا دلوقتي قانعين ومقتنعين أن الرياضة وكرة القدم تحديدا هي صناعة الاصمار والتسويق والرعاية وحقوق رعاية وكل هذا الكلام هو يعني من مكملات هذه الصناعة طيب أصل هذه الصناعة فين يعني تخيل كرة القدم بدون لاعب كرة قدم فيه صناعة فيه صناعة طب Mizzen إذن المحور الأساسي لصناعة كرة القدم هو صناعة لعب كرة القدم هذه الصناعة وهذا الاعداد وهذه الصياغة للعب الصياغة العلمية الحقيقية للعب كرة القدم تبدأ منذ أن ينخرط الولد في نشاط رياضي منظم في مراحل الطفولة من أول ما يلتحق بالنادي كشبل كصبي كناشئ إلى أن يصل إلى مستوى الدرجة الأولى كل ده بيدور في إطار كيف يمكن إعداد هذا اللاعب الصغير في السن والذي ينتقل إلى مرحلة الصباح ثم انتقل بعد ذلك إلى مرحلة الشباب وأصبح لعب على مستوى الدرجة الأولى كل ده بيمر بمراحل مهمة جدا في صناعته من الناحية العلمية. يعني إيه بقى من الناحية العلمية يعني الولد الصغير بيمر بمراحل نمو منه هو ديس طفل صغير في مرحلة ابتدائية ست سنين وبمر بمرحلة أخرى لما يخش المرحلة الإعدادية بيمر بمرحلة بيولوجية أخرى أو مرحلة عمرية أخرى لما يخش المرحلة الثانوية لما بيصعد للدرجة الأولى أو لو يوصل لمساوى الدرجة الأولى بيبقى في مرحلة بيولوجية تانية مختلفة في كل متغيراتها أصلا طيب الولاد الصغارين الولاد الصغار يعني اللي بينتظموا في التدريب الرياضي المنظم في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك أو في نادي الشرعي أو في أي نادي في نادي مصر كل ما يقدم ليه من برامج تدريبية ووحدات تدريبية وإجراءات لتطوير مستوى كل ما يقدم ليه سواء على المستوى البدني أو المستوى المهاري أو المستوى الخططي أو حتى مستوى إعمال العقل والتفكير والخيال لازم يكون في إطار المرحلة العمرية اللي هو عيشها في إطار الظروف البيولوجية للمرحلة العمرية في الظروف البيولوجية وحيك يعني هتأخذني السؤال المهم دلوقتي لسه ما زلنا بنشوف المسابقات أو المهرجانات تحت البراعم دلوقتي بنشوف اعتراض كبير من أولاد الأمور على الحكام على اللاعبين ممكن وليه الأمر بيضغط على ابنه ولسه عنده سبع تمن سنين في كرة القدم ممكن مدرب بتلاقيه في سن ده بيزع للعب وقف على الخط بيطالبوا أن يفوز معاني السن ده سن تعليمي سن الولد بيحب كرة القدم سن يعني زي ما قول ترفيه وكله بيكرم في الآخر في آخر المهرجانات أنت عندك حق جدا أنا فكرة وأنت سبقتين في الفكرة أنا كنت لسه أتكلم فيها وبرغو عليك طبعا بشكرك لا هو هو إحنا الرياضة المنظمة ومنها كرة القدم طبعا أو أهم حتى يعني أو يدامي بيقوله أن هي أكسير لكل شعوب الدنيا يعني كرة القدم متعة ما بعدها متعة أي أداء رياضي في أي نشاط بنضمن هذه النشاط طبعا كرة القدم بالتحديد يعني بعيدا عن إطار تعديل السلوك اللي هو التربية أصلا التربية بمفهومها العلميها تعديل السلوك الإنساني طب كل ما يقدم للولد لو مشي في إطار بعيدا عن تعديل السلوك الإنساني سواء بقى من ناحية تعديل السلوك الحركي لأن أداء الحركة هي تطور تعديل السلوك حتى الشخصي من ناحية احترامه للمنافس من ناحية التزامه بالضوابط والقواعد المعمول بيها أثناء الوحدة التدريبية من ناحية حضوره المبكر للمران من ناحية انصرافه من الملعب من ناحية معاد نومه بالليل من ناحية انتظامه الدراسي من ناحية علاقاته بزملاءه انت بتربي شخصية بالضبط بتعد الشخصية الإنسانية بشكل متكامل على فكرة مش كل من ينخرط في مورسة كرة القدم في مراحل النشئين وصولا إلى مرحلة 16 و 17 و 18 سنة مش بالضرورة يكون لعيب دولي مش بالضرورة يكون لعيب فزي أبدا بل بالعكس ممكن لو أسن لأن فيه حاجة مهمة جدا لا ينطلق إلى المستوى العالي في كرة القدم وانت كنت لعب مستوى العالي طبعا لا ينطلق إلى المستوى العالي في كرة القدم من مراحل النشئين إلا إذا كان هذا الولد بيملك مقاومات الصعود إلى المستوى العالي هذه المقاومات هي مقاومات بدنية مقاومات مهرية مقاومات عقلية وزهنية مقاومات سلوكية كل هذه المقاومات هي اللي بتخليه ينخرط في رضاة المستوى العالي بشكل يعني فيه الكثير من الكفاءة والقدرة اللي ما يقدرش يوصل لده لأنه ممكن يعني فيه أولاد بتيجي عند مرحلة معينة وبيبدأ يعني شوية تحس انه فيش تطور ملحوظ في المستوى فيش تطور ملحوظ في المستوى الكلام معناه ايه الكلام ده معناه انه مهما تعرض لأعباء ومتطلبات بدنية وعصبية اللي هي الأحمال التدريبية مهما تعرض لأحمال التدريبية المستوى هنا ما بيتحركش بشكل واضح وبشكل مباشر وبشكل ملحوظ وبالتالي ممكن خلاص ما بيمصلش للمستوى العالي بس احنا من خلال الإجراءات التربوية اللي عملناها معاه في مراحل الطفولة ومراحل الناشئين يعني حاولناها من مجرد مواطن أو ولد صغير طفل صغير بيمارس الرياضة اللي عدلت سلوكه وحسنت أخلاقه وكسبته قيم مهمة جدا تحول لمواطن صالح عنده 16-17 سنة بس بيحترم المجتمع بيحترم تقاليده بيحترم عاداته بيحترم الآخر بيحترم القانون بيحترم القواعد المتعرف عليها في المجتمع فالرياضة دورها مش بس ان الولد اللي بيمارس الرياضة أو كرة القدم بشكل منظم انه يبقى لعيب مستوى عالي لا في الأول في الآخر احنا لو حصلنا من خلال هؤلاء جميعا ان احنا بيطلع 20-30 لعيب مستوى عالي وبيطلع 20 ألف مواطن صالح وده مكسب كبير خدتني برضو النقطة تانية مهمة جدا واحنا بنتكلم عن الصناعة وصناعة كرة القدم اللي احنا بنقول بنبتديها من الولد الصغير اللي هو في مرحلة البراعم النهاردة هو بيتلقى من المدرب هل النهاردة مش دور العلم مهم دلوقتي ان يكون المدرب ده مدرب مثقف واخد شهادات واخد دورات ولا النهاردة بنشوف ممكن يكون لعيب بطل كرة النهاردة فنزل التدريب تاني يوم ادوني الفرقة دي ولا النهاردة لازم يكون المدرب ده مثقف حصل على شهادات حصل على دورات علشان لما يطلع العلم اللي هيبدأ يديني اللعبة يكون المدرب مهيئ ان هو ينقل الثقافة دي اللعب للعب الصغير كلام مظبوط جدا وانا بدأت كلامي ان الولد من بداية انخراطه في تدريب المنظم كلاعب كرة القدم في مرحلة الطفولة او في مرحلة النشأ او البراعم البراعم طبعا بعدين النشأ لابد وان كل ما يقدم لي من جرعات تدريبية تستكون في اطار احتياجاته البيولوجية في اطار سنه كام طوله كام وزنه كام مدى اعماله لعقله ازاي يعني ما جيش مثلا طبعا انا باتفق معك جدا في ان من يعمل مع النشئين يجب ان يكون متعلما على الاقل اي مدرب يشتغل مع النشئين يكون متعلما وحصل على دورات مؤهلة ان يشتغل مع هذه المراحلة العمرية ويفهم كل متغيراتها النفسية والتربوية والاجتماعية والعقلية والفيسيولوجية كمان لازم يكون عنده الفكرة وعلى فكرة في بعض الفقربة بالذات في قطاعات النشئين بيعملوا مع كل جيل مع كل عمر مشرف طربوي مشرف طربوي وواحد تاني كمان اسمه اخصاء التأهيل الحركي غير المدرب خلص انت شغال مدرب انت بتعلم الولاد مهارات السي بتعلمهم افكار خططية بتعلمهم زي يفكر في مواقف اللعب المختلفة بتعلمهم زي يغلط وتكرر له وتصحح له غلط وتكرر له اداءه الصحيح عشان يتحول هذا الاداء الصحيح الى عادة حركية هذه العادة الحركية لما بيكبر ربع العيب على مستوى الدرجة الاولى كل ما تكرر موقف اللعب ده كل ما استدعى التصرف السليم اللي كان متعلمه من هو ناشئ صوار بتلاقي اخطاء الاداء الحركي عند الرياضيين الكبار او لعيب الدرجة الاولى لعيب كرة القدم على مستوى الدرجة الاولى اللي تعلموا من خلال مواقف لعب اخطأوا فيها وعدلوا والمدرر بالفواع الفاهم المتعلم المثقف المؤهل المؤهل ده اللي علموا ازاي يتصرف التصرف الصحيح في مواقف اللعب ده اذا تكرر وانت العيب كرة وعارف ان كل مواقف الكرة بتتكرر دائما في الماتش الواحد يمكن انت في موقف لعب وفي مكان معامل الملعب ممكن يجيلك نفس اللعب دي كانت جايلك من ثلاث دقائق بنفس الموقف واللي مدهلك هو نفس الشخص فتصرفت في التصرف الولاني غلط التصرف التاني تصرفت صحة لانك استدعيت التصرف الصحيح اللي انت تعلمته في مرحلة النشئية فاللي بيعمل مع الولاد الصغيرين علينا ان نحدد مواصفاته ونحدد قدراته ونحدد المعايير اللي من خلالها يستطيعوا ان يتعامل مع ناشئ صغير بيربيه بيعديله سلوكه بيعلمه قيم بيعلمه مهارات أساسية في كرة القدم بيعلمه زي يفكر بيعلمه زي يعمل عقله في مواقف اللعب اللي بتتكرر كثيرا طب حقاكو انت بتتكلم دلوقتي عن القطاعات النشئين في الخارج الفرق ما بيننا هنا وما بين الخارج انا بس عايزة اكمل حتة بتاعت اللي اقولت بوشرف تربوي عشان يعدل السلوك وده مهم الاخصائي التهيل الحركي على فكرة انت يعني انا برضو امكان هضرب بسل يعني مش هقول فيه اسماء ولا حاجة لا فيه لعيبة في الدور الممتاز دلوقتي عمسوا الدرجة الاولى مصريين عندنا بيجري غلط عشان ما تأسسش صحيح بيجري كده اعرف المفروض ان يجري كده طي فيه العيب بيجري ايده ورا ويديه التانية راح اليام التانية والخلل حتى الميكانيكي في حركة اليدين والرجلين كشكل توافقي مفتقدة تمام مش موجودة لانه لم تعالج هذه الاخطاء الحركية منه هو ناشئ صغير وممكن ما كانش ناشئ صغير كان بيلعب في الشارع بس قدروا خلانه بعد 16 سنة لعب في نادي اذا كل محصلة لعب الشارع لم تصلح اقطاء الحركة الولد ممكن يبقى في نادي وبيمران مدرم مش مؤهل ومش متعلم ويهمه قوي المكسب والخسارة وده ممنوع على فكرة وده تربويا حتى مش موجود في اوروبا ان المكسب والخسارة في مراحل البراعم والناشئين لحد 14 سنة مش هو ده الاساس على فكرة خالص سن تعليم بفروض في هذه المراحل العمرية الرياضة هي عملية تعليم وتعلم كرة القدم ومهاراتها الأساسية عملية تعليم وتعلم تنفيذ الواجب الخطط بشكل صحيح وعملية تعليم وتعلم التصرف في مواقف اللعب بشكل صحيح وانجاز الواجب الحرك بشكل صحيح وكرة فوق الواجب بيطلع وبص عليها بعينيه وبيقابلها في نقطة معينة وبواجه بكرة صح ده تعليم وتعلم كل ما له علاقة بتنمية قدرات لعب كرة القدم هو يدور في إطار عملية التعليم وتعلم وعمليه التعليم والتعلم دي هي التربية طيب إذا فيه مربع فيه فيه إحنا محتاجين جنب ده إن إحنا عدل السلوك في إذا يكون فيه مشرف تربوي وأنا اتكلمت في الموضوع دي على فكرة مع كابتن إسلام الشاطر وإحنا في بروسيا في العاشر من رمضان هو كان موجود مسؤول هناك وقال لي ده فكرة هاي لو أن نفسي يجيب لحد يكون متخصص وكان عنده طموة الحقيقة الحاجة الثاني المهمة قاوي للعمل مع الناشئين الأخصائي التأهيل الحركي اللي هو الراجل اللي بيعالج أخطاء الحركة عند الولد الصغير عشان يتلاشى هذه الأخطاء في مراحل متقدمة شوية يبدأ خطأ الحركة يقل يبدأ الأداء النموذجي يظهر يبدأ الأداء الفائق يبقى عادة حركية إذا أنت بتشوف في أوروبا كده المهاجمين الكبار والمدافعين الكبار والدفندرات الكبار كل دول بيتشوف أخطاء الحركة في الدوريات الأوروبية أتلاقيها تكاد تكون معدومة التأسيس منذ الصغر هو لما يبقى في مساحات ضيقة كده وتلاقي التمرير يعني قوة التمريرة يعني ما عرفش قوة البصف مساحات ضيقة والسيطرة عليها ده عادة حركية تعود عليها من هو صغير التصرف في المساحات الصغيرة والخروج من هذه المساحات ده عادات حركية تعود عليها هم أطفال وبالتالي العقل هنا برضو تعود على ده وحول هذا الكلام إلى عادة خزنت في العقل يتستدعيها كل ما تكرر أستسمحك نروح لفاصل وبعد الفاصل عايز أسألك بقى ورأيك في تجربة الناد الأهلي في قطاع الناشئين ما شاء الله الناد الأهلي على كل المستويات في مسؤول تغذية في قياسات تتم في بداية الموسم بنية تحتية وملاعب على أعلى مستوى في دلوقتي خبير أجنبي ومدير قطاع الناشئين أجنبي شايف تجربة الناد الأهلي باهتمام قطاع الناشئين إذا أعرف إجابتك ولكن بعد الفاصل إن شاء الله قطاع الناشئين في المنطقة الشرقية الحمد لله كبير قوي عندنا حوالي 43 نادي ومركز شباب مشاركين كلهم في المراحل السنية وكنا لسه بساطة تنظيم دور براعم شارك فيه حوالي 85 نادي ومركز شباب وأكاديميات خاصة كان مقام في نادي بروسيا ولسه خلصان من حوالي أسبوع بالزبط وكان كل مجيزان مسابقات من 2009 و2010 2011 و2012 و2013 وخلص الحمد لله على خير وكانت حاجة جميلة جدا ده المهرجان الرابع اللي احنا بنعمله كانت الأول زمان كانت تلاقي الناشئ يلعب أربع مطشاط خمس مطشاط وخلاص ست مطشاط بالكتير الدكتور راسم من السنة اللي فاتت قد تعليماته أن احنا نبدأ نشتغل نعمل دور طويل للناشئين والله الدعم ده المفروض من الاتحاد الكورة هو اللي بيدعم المناطق والمناطق بدورها تدعم إنما الدعم قليل شوية ما فيش ممكن الاتحاد السنة دي عمل حاجة كويسة إنه حاسب بيحاسب على الحكام قسم الرابع وإذا حاجة كويسة إنما عندية الشرقية الدعم قليل فالمستوى الفني بيبقى ضعيف ما بيظهرش غير اللعيب الموهوب قوي اللي نقدر نخدم عليه ونوصله للمنتخب مصر وعندنا لعبة كتير لعبة من منطقة الشرقية ومنتخبات الناشئين إنما أنت بتتكلم على الدعم لا لازم الدعم ده من الاتحاد علشان اللي عندية فقيرة ما بنقدرش يعني النادي يا دوبك إحنا بالمشكلة اللي عندنا اللي بيتقابلنا إن إحنا بنقلل في عدد الفرق علشان المصرفات المسابقات الناشئين في منطقة الشرقية يعني برضو مش للمسابقات القوية اللي تفرز لعيب يروح لمنتخب مصر ودي برضو مشكلة إحنا بنعاني منها لإن المسابقات بتلعب دور يعني ممكن 2001 السنة دي بلعب 7 متشار طب النهاردة لعب 2001 المفروض أساساً هو بلعب فريق أول يعني اول النهاردة لعب 2001 ده المفروض بطبيعي بتاعه يلعب فريق أول طيب النهاردة لعب 7 متشار ناشئين طب بعد 7 متشار ناشئين طب بعد 7 متشار يقعد في البيت طب يعني برضو سؤال هل كده اللعيب دوت بعد 7 متشار يقدر تعمل نواة محترمة لفريق محترم يروح يلعب منتخب مصر أو أنت تدور وتشوف عندك عناصر مميزة وعناصر قويزة بعد ساعة وقت في البيت أنا شايف أن معترامل الجميع والمنظومة بكرة القدم ويرقصها اتحاد الكرة ده موضوع صعب شوية ولازم ناس تبسوله بس أكتر من كده إحنا من ضمن الأندية التلات أندية أكبر تلات أندية في الشرقية إحنا عندنا قعدة ناشئين برعاية كبات مخصصة ومحترمة جدا وبنخرج كل سنة لعيبات تصعد للفرق اللي بعدها وعندنا فرق وبالنافس دايما إحنا كنا على فرقة مقطة من إحنا نصعد السنة اللي فاتت وإن شاء الله السنة دا يكون فيه أحسن من كده والبرعاة في اللي هاهتمام خاصة عندنا كل الدعم لقطاع الكورة وإحنا جابين الكابتن علاء الدق رجل كان لعب في النادي الإسماعيلي وله اسمه وطاريخه بيشرف على القطاع بالكامل وإن شاء الله وجودكم بيحمس لعباتنا ويحمس أولادنا الصغيرين إنهم يقفوا قدام كاميرتكم ويلعبوا قدام كاميرتكم دا يشرف لنا القطاع الناشئين عندنا والله إحنا عندنا 4-5 فرق بس المشكلة عندنا إحنا ما عندناش سيولة مادية كبيرة تقدر تصرف على الناس فغزبا عندنا إحنا بنجهز فريق زي دوت عشان يرضى يسنت فريق كبير اللي هو مع الكابتن حمد علوان المشاكل المادية بس المادية مشاكتر ممكن فيش مشكلة كتبكين عندنا ملعب بسم الله ما شاء الله عندنا لعبة محترمة يعني ضبك عرمات شعطومة فيش تاملين من غير حاجة بس الحمد لله يعني الناس يتيجي من غير فلوس وبيلعب الكورة زي ما حظك شايف والحمد لله فريق محترم ومن غير تاملين بسم الله ما شاء الله هو دي المبلغ الحاجة الوحدة اللي مؤثرها في مركز شامل الأم هي هي حكات الفروس بس مشاكتر من كده أهلا بحضراتكو مرة تانية برحب بحضراتكو بضيف الدكتور ياسر عبد العظيم دكتور ياسر أبن الفاصل كنا زينا تقرير مدربين المسؤولين داخل منطقة الشريعة يعني رئيس منطقة الشريعة لكرة القدم والشرية ما شاء الله من المحافظات الكبيرة اللي بتضوم عدد كبير من الأندية دلوقتي طمنا برضو عن محافظة الشرقية أخبار الأندية أخبار المسابقات ايه هناك طبعا انت حدثت عددك عارف ان الشرقية يعني كنتالت أكبر محافظات مصر تعدادا يعني وما شاء الله عندنا سروب الشرقية ضخمة جدا في محافظة الشرقية ومحافظة الشرقية طول عمرها يعني منجم للعيبة كرة القدم انت منهم وعماد متعب منهم وأحمد بلال منهم ودلقوا أكرم توفيق دلوقتي وعبيز توفيق وأخوه التانية مع أحمد توفيق خرجوا محافظة شرقية جدا كتير جدا فالشرقية طول عمرها معطاقة يعني مجال أو أرض خصبة جدا لإنبات وإظهار لعيبة كرة القدم بس للأسف الشديد الشرقية محافظة غير محظوظة أبدا ان يكون فيها فريق كبير يمثل هذه المحافظة العريقة في الدور الممتاز لما كان الفريق موجود في الدور الممتاز لأسباب كتيرا كان عامل حالة كبيرة لأسباب كتيرا أه يعني شرقية طبعا قبل كده طبعا في جيل عظيم كان بلعب الشرقية والشرقية صعد للدور الممتاز على فترات يصعد ويهبط يصعد ويهبط حوالي خدهة أربع مرات وكل مرة صعود وهبوط بيبقى لها ظروف شفت للوقت أو سمعت في التقرير اللي كان قبل الفصل المسابقات عدد المباراة أولا جدا النهاردة لما بيصعد في مجموعة ست فرق ممكن اللاعب يلعب 12 مرة على مدار الموسم ويستنى للموسم القادم قال دي من ضمن المشاكل الموجودة في المسابقات في محافظ الشرق ده أول مشكلة لا أولا أنا كأستاذ وكمتخصص في هذا في نظريات تدريب الناشئين لا ده أول حاجة أنا كنت أولى تبالي منها على فكرة يعني الفترة المسابقات بتاعت الناشئين لا تصنع ناشئ أصلا ولا تصنع حتى لعب كرة القدم بشكل أو بآخر 12 مباراة في الموسم فقط ساعة بداية 7 أو 8 أو 6 إنما هو إيه اللاركة إن إحنا في منطقة الكرة كان أحيانا بيجي فيه مجموعة مثلا موليد 2006 مثلا أو 7 أو 8 أي إن كان ست فرق حلعبه خمس ماتشاط والدور التاني حلعبه خمس ماتشاط خلاص خلص ولي عشر ماتشاط دول في شهر 12 إحنا بدئين في عشر خلص وفي 12 الولد يقعد من شهر 12 لشهر عشر اللي بعديه دون أن يوارس كرة قدم الكرة قدم بقى عن طريق اللعب في الشارع مع أصحابه وفي الملاعب المؤجرة في البتاع وكل ده برضو بتبقى تنمية عشوائية لا تصنع كرة قدم إلا فصنع لعب كرة قدم إنما الحل إيه الحل إن إحنا كنا أحيانا في منطقة الكرة أو في الشارعية بالذات بنعمل دور ثالث ورابع إحنا اللي بنختاره إحنا اللي بنختاره عشان تخلق منشاط تانية عشان أخلق لهؤلاء الولاد من شهر طبعا أدي له وشهر وإحنا كمنطقة إحنا بكنا بتصرف على الكلام ده على فكرة ومازلنا لحد الولد ما يبدأ يخش في المتحانات الدور الثاني خلاص دقل بقى في المتحانات الدور الثاني نبدأ نديهم أجازة ونديهم بتاعه لألي بفترة التوقف مش طوير لأن علميا الولد الصغير أو حتى اللعب من الدرجة الأولى لو امتنع عن التدريب المنظم بدغوطه البدنية والبهرية والزهنية لمدة 15 يوم بيفقد ربع الحالة التدريبية بتاعته وأقول لحضراتك بعد كده يعني إيه الحالة التدريبية؟ لو قاعد شهر بيفقد نص الحالة التدريبية بتاعته لو قاعد 45 يوم بيفقد كل مقاومات الحالة التدريبية بتاعته يعني إيه؟ يعني الولد خلص المسابقات في شهر 12 جي واحد واثنين وثلاثة الحد عشر وفقت كل مقاومات كل المكتسبات اللي خدها من خلال وحدات التدريبية اللي اتعرض ليها ومن خلال برنامج المسابقات اللي خاضه خلال الفترة اللي فاتت من شهر 10 شهر 12 وفقت كل حاج وبدأنا كل اللي حصل ان الولد فعشرة جديد كبر سنة انما هو ما عندهوش اي رسيد تراكمي لخبرات تدريبية موجودة اصلا فبتبدأ معاه من نفس النقطة اللي بدأت عليها السنة اللي فاتت ايه الحاجة التانية اللي بتعانوا منها يعني عدد الامبرايات وبدأتوا تلاقولها حل انك بتخلق مطشات تانية ايه الحاجة تانية برضو لا هو دلوقتي الاتحاد برضو لقى بعض الحلول دلوقتي بقت في بعض الاعمار السنية بتكمل قطاعات وبدأت في بعض الاعمار السنية بتلعب جمهورية وده برضو حل جزء من المشكلة انما هي المشكلة ونرغب ان احنا في الشرقية على فكرة التالت اكبر قطاع قطاعات ناشئ بتادي دوري ناشئين في الجمهورية او في البلد في مصر يعني بعد القاهرة واسكندرية الشرقية عندنا عدد ضخم جدا من فرق الناشئين وعندنا برضو في الاسم الرابع تالت تصنيف احنا في الاسم الرابع عندنا 22 فريق في الاسم الرابع فعايز اقول لحضرك ان برضو ببعض الافكار المبدعة شوية ممكن تحل بعض المشاكل لان الولد لازم يحاق احنا الرياضة بالذات او كرة القدم تحديدا الهدف منها في على فكرة في فترات التدريب الرياضي فترة اعداد للعيب الكرة يعني فترة مسابقات اللي هو الدوري اللي شغال ده ثم بعد كده انت مش ملاحظ الاهلي ثلاث سنين وغيرا بعد ما خدش راحة الراحة دي اسمها الفترة الانتقالية يعني ايه الفترة الانتقالية يعني اللعيب بيستشفى وبيفقد متعمدا بنفقده جزء من الحالة التدريبية يروح يصيف يروح يتفسح يسافر مع أولاده مع زوجته مع أهله يبعد عن الكرة خالص ينزل حمام السباحة يعني لازم يفقد يفقد جزء من مقاومات الحالة التدريبية بتاعته الحالة التدريبية اللي بتتكون من ايه وخالبك ده بنشوفه في أوروبا يعني مفيش نادي زي ما بيقوله بيكمل 30 و 14 لازم فيه فترة لازم الفترة الانتقالية دي فلسافة الفترة الانتقالية ان بنحصل بيحصل فيها هبوط متعمد لمستوى الحالة التدريبية يعني كانت عند نقطة 10 أنا بنزلها لـ 8 يعني بالسرعة قالت التوافق قال الرشاق قال الجنب قال الزهن قال كل حاجة خلاه هو بيدي عن الكرة أبدأ معاه من 8 ينتهي الموسم عند 12 فإذو الحد 10 أبدأ معاه الموسم بعدين من 10 فهو كذا ستب بيستب من مستوى للتصاعد ده لما يبقى عندك مسابقات منتظمة ما هو ده المفروض عارف هتبتدي إمتى أيها تنتهي إمتى فترة الراحة إمتى فترة الإعداد إمتى الدكتور ياسر عبدالعظيم بس دي بعد ياسر حضرها جديد بدان أكتر في الناشئين على فكرة يعني فقدان مقاومات الحالة التدريبية عند الناشئ بتظهر أكتر باللعب الدرجة الأولى تماما فانت بتبدأ عنده من نفس النقطة فما فيش مستوى بيتطور إلا إن الولد بيولوجيا وعمريا بيكبر سنة بس فدي كارسة كبيرة لازم تشوف لها حال دكتور ياسر عبدالعظيم هو والد الشهيد النقيب عمر ياسر عبدالعظيم آه الحمد لله الحمد لله أنا كنت ترمي نزيل لي صورة عمر ما رشي منزلهاش هنجيب لك صورة عمر هو ده عمر ابني فخري عمر هو لابس بيري لأنه كان في فرقة وأنه هو أساسا معامل مباحث وكان من ضمن معاملين المباحث للأكفاء في المساعدة الجمهورية أصلا وكان مقدر وقت شهد التأدير بالوزير ومن المساعدة الوزير الأمن العام وكان يعني ضابط بيحب شغله جدا لدرجة أن عمر كان في كلية العلاج الطبيعي أصلا سنة العام وديته كلية العلاج الطبيعي قال لا أنا مش عايزة بقى دكتور أصلا أنا عايزة بقى الزابط شرطة حيب أن يكون مقابل في القوات المسلحة فعمر حتى استشهاده كان يوم درامي جدا كان يوم 27 رمضان 2019 واستشهاده هز مصر لدرجة أن معالي وزير الداخلية والستة اللي هو علاء سليم مساعد الوزير الأمن العام قدوا تعليمات بأن لابد يقتص من كل من كان السبب في استشهاد عمر وفعلا ليلة العيد بعد ثلاث أيام السياد عمر تم القصاص لعمر من الستة اللي تسببوا في استشهاده أخو مازن بردو دخل مازن تخرج رغم الحادثة أخو دخل بردو دخل قوات مسلحة ولا دخل دخل أكاديمية شرطة أكاديمية شرطة هو مازن باكرس هندسة دخل أكاديمية شرطة قصف الزباط المتخصصين يتخرج الحمد لله من حوالي أسبوعين ضابط مهندس بهيئة الشرطة ودوقتي ضابط مهندس فيه ديوان عام وزارة الدخلية وهو الأصر أن يكمل مسيرة عمر والحمد لله أنا سعيد بهم جدا جدا والسبب في ده على فكرة أن أولادي يطلعوا بهذه القيمة وبهذه الروح الجميلة الإخلاص للبلد والوطن أمهم يعني أنا زوجتي هي اللي ربط فيهم تقاليد محترمة جدا وسلوك محترم جدا وأدب جم يعني كل يشهد بيه كل من يعرف عمره مازن يعني بيشهد بحسن تربيته الفضل في ده للسيدة زوجتي أنا بشكرها طبعا أخيرا عشان وقتنا دكتور ياسر شاف تجربة إزاي اللي بيعملها الناد الأهل اهتمام كبير بكتاع الناشئين خاصة في ظل الأرقام الموجودة دلوقتي ناد الأهل دلوقتي يبقى بيهتم اهتمام كبير جدا بكتاع الناشئين سواء في البنية التحتية سواء في مدربين الموجودين في الكتاع سواء في مدير فني أجنبي سواء القياسات اللي بقيت موجودة دلوقتي في بداية الموسم ونهاية الموسم سواء في اللاعبات وسط لإيه وبقى في مبالغ كبيرة بتتصرف كتاع الناشئين عشان تقدر تطلع الناشئ يقدر يمثل الناد الأهل تشوفوا الناد الأهل طول عمره رائد طول عمره قدوة طول عمره نموذج مفروض أن يحتزى في الإدارة وفي التخطيط وفي تحييل أهداف وحاجات كتير بس برضو مش معنى ده الناد الأهل هو نموذجي أو هو نموذج المطلق دايما بيتطلع للأفضل بيحاول يعني يوصل للأفضل الأهل بيكتهد جدا الأهل بس مش معنى كده أن قطاع الناشئين في الناد الأهل هو قطاع ناجع بشكل كبير لا ويمكن دلوقتي بيتحاولوا في الناد الأهل لأنه تعملوا حاجات كتير ويتحاول تعملوا تخطيط علمي كويس وجابين خبير أجنبي أين كان وبتحاول تبعاته ولاد برر في أوروبا يعملوا معايشات مع بعض الفرق ويرجعوا أعتقد أن في بعض ودلوقتي بموجود لعبة بتطلع الدرجة أم قطاع الناشئين أنا بقى أسأل سيادتك سؤال مع كل هذه الإجراءات اللي بيعمل لناد الأهل لوجود قطاع ناشئين قوي ومهم ومؤثر يخدم بعد كده كرة القدم في الناد الأهل على المستوى في المستقبل المنزور المنتخبات كمان تنهار دا لما بتقس تشوف المنتخبات وعدد اللعبة طبعا المنتخبات الناشئين والشباب واللمبي تلاقي عدد الأكبر من لعب الناد الأهلي بالزبط أنا عارف والنتخب اللي بفيه 8 لعب من الناد الأهلي هذا ضر النادي أهل الوطني أصلاً أنا مختلفش معك، بس أنا أقول حاجة رغم كل العظمة اللي في خطاع الناشئين في النادي الأهلي بسألك سؤال، هل النادي الأهلي في معمل أو للتحليل الحركي؟ أو للتأهيل الحركي؟ للولاد بتوع خطاع الناشئين؟ لا هل النادي الأهلي في معمل للتحليل كل الأمور الفيسيولوجية المرتبطة بالولد الصغير في مراحل تطوره ومراحل عمره، عشان أصيغ من خلالها وجرعات تدريبية تناسب هذه الظروف البيولوجية والفسيولوجية اللي تحاكم مرحلة عمره. أعتقد النادي الأهلي لازم يعمل هذا. لازم يكون فيه مركز تأهيل حركي في النادي الأهلي. يصلح أخطاء الحركة للولاد الصغارين. لازم يكون فيه مركز قياسات فيسيولوجية. يحدد الجرعات التدريبية التي يتعرض لها الولد في مراحل النشئين. الأهلي رائد. لازم تعمله هذا. لا. أقولك هذا موجود. والقياسات تتم بداية الموسم وفي منتصف في الموسم وفي نهاية الموسم. علشان دايما الأرقام اللي بتكون موجودة قدامك بتقدر تحلل من خلالها. تشوف تغذية الولد. النواحي البدنية النهاردة ما بقتش النواحي البدنية للكل متساوية. ده ممكن بجرعة البدنية. يعني في الفردية بتراعي. طبعا. وبقى فيه شغل تخصصي على حسب الكياسات اللي بتتم. شرفتنا ونرتنا دكتور ياسم. انا متشاكر ده. واستنتعنا بالحوار معاك. ربنا اعزك يا كبت. انا مشكرا. شكرا جزيلا. انا متشكر وبالتوفيق دايما ليك. في المنطقة الشرقية. ربنا خليكم. اتشرفنا في منطقة الشرقية برضو. ان شاء الله طبعا. في اي مهارة جمع مراكبة البراعم كده هندعيك واكيد. شرف ليه طبعا. اتشرف ليه. ان انا شرف ليه نعم. يعني لو جزء بسيط في منطقة الشرقية ومحافظة الشرقية. انت ابن الشرقية البار. واحنا ان شاء الله في اي مناسبة جديدة هندعيك بإذن الله واتشرفنا. نشكرك شكرا جزيلا. دكتور ياسر عبدالعظيم. واستاذ التربية الراضية ورئيس مطلة الشرقية لكرة القدم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بكده وصلنا نهاية حلقتنا. وكل التوفيق يا رب للعيب النادي الاهلي في السوبر القادم يوم الجمعة القادم. امام الزمالك. ويا رب بتكون الفرحة اهلوية. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.